ألقى وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة كلمة مصر في الجنسة الافتتاحية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر جاء ذلك نيابة على الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث أخضح الملة أنه على الرغم ممر به قطاع الطاقة من تحديات فقد شهد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي نموا ملحوظا تنعقد القمة السابعة للمنتدى في وقت بالغ الدقة تزداد فيه جسامة التحديات التي يشهدها العالم مما يحتم علينا توحيد الرؤى وتضافر الجهود تحت مظلة منتدى الدول المصدرة للغاز بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة للمنظمة إذ أن مواجهة التحديات والعقبات تحتاج إلى كثير من العمل بين مختلف الأطراف للوصول إلى نتائج مهمة وفعالة لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة وعلى الرغم مما مر به قطاع الطاقة من تحديات فقد شهد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي نموا ملحوظا وتعظم الاهتمام به كوقود حضري نظيف ومنخفض الانبعاثات يلبل احتياجات العالمية المزتزايدة من الطاقة اللازمة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب المساهمة في الحفاظ على البيئة عقد وزير البترول والثروة المعدنية طرق الملة مباحثات مع وزراء الطاقة في قطر وروسيا الاتحادية وبنزولا وأمين عام منظمة أوبك يأتي ذلك على هابش مشاركته في القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر حيث ناقش خلالها سبل دفع التعاون في مجال الطاقة وفتح أفاق جديدة من التعاون في هذا المجال في ضوء الفرص المتاحة وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار القطرية في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين تهدف المذكرة إلى تشجيع التعاون الاستثماري وتقديم الدعم المتبادل للمستثمرين لتعزيز الاستثمار لدى كل من مصر وقطر وتسهيل إنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة بين الشركات في كل البلدين ومساعدة بعضهم البعض في تنظيم أنشطات ترويج الاستثمار وتدليل التحديات التي تواجه المستثمرين أعلن المكتب الأعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبال ميناء السخنة التابع للهيئة سفينة الحاويات العملاقة إيفر جودز التابعة للخط الملاحي العالمي وتعد تلك السفينة هي الأطول التي تدخل الميناء ويبلغ طولها 400 مترا وعرضها 59 مترا وغاطس 12 و3 من 10 مترا وتتجاوز الحمولة الكلية السفينة القادمة من يونان 219 ألف طن وعلى متنها نحو 5000 حاوية تستعد الأسواق المختلفة في أسوان لاستقبال شهر رمضان الكريم حيث تزينت المحال التجاري بالعديد من أنواع التمور المختلفة وتحرص الدولة على النهود بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة الداعمة للقطاع الاقتصادي مع اقتراب الشهر الفضيل تعمل الأسواق بالزوار والمشترين لكن تظل لأسواق التمور نكهتها الخاصة التي تميزها عن غيرها ففي أسوان استعدت الأسواق المختلفة لاستقبال شهر رمضان الكريم حيث تزينت المحال بوجود العديد من أنواع التمور المختلفة التي تشتهر بها المحافظة ويحرص التجار على تحميل أطنان التمور لإيصالها لمختلف المحافظات بالنسبة كل البلح بيتروح من 30 جنيه لغاية مثلا 60 جنيه و70 جنيه كل البلح عليها سعر يعني سكوتي وبرتمودة وملكابي وقنديلة وشمية تحظى محافظة أسوان بوجود ثلاثة وثلاثة من عشر مليون نخلة على أراضيها ويتوافق هذا مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها الدولة حاليا في إطار التوجيهات الرئاسية التي تتضمن إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم تضم 2.5 مليون نخلة بمنطقتين تشكا والعوينات بنيجي دايما نشتري البلح هنا من أجود وأجمل البلح وطبعا البلح كل سنة طيبين ده في رمضان إحنا بنعفل لبن وبنبلغ الميا وهو اللي بنفطر بي وهو الفطار بتاعنا اللي هو سن عن الرسول عليه الصلاة والسلام إمكانيات تنافسية كبيرة في مجال إنتاج وتصدير التمور تمتلكها مصر كما تحرس الدولة على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة ارتفعت أسعار النفط محققة مكاسب أسبوعية وسط رقب الأسواق لقرارات أوبيك بلاس المنتظرة وارتفعت العقود الأجل للخام برينت بنسبة 2% لتبلغ 83.55 دولار للبرميل كما صعدت العقود الأجل للخام الأمريكي بنسبة 2.19% لتبلغ 79.97 دولار للبرميل وصعدت أسعار المزودة عالميا بنسبة 1.86% لتصل إلى 2.69 دولار للتر وانخفضت أيضا أسعار الغاز الطبعي بنسبة 1.34% لتسجل 1.84% لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أعلن مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يورستاتا تراجع معدل تضخم في منطقة اليورو خلال شهر فبراير الماضي إلى 3.1% ليسجل أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين ويأتي ذلك في ظل أمال من حصار أزمة تضخم في أوروبا وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام أظهرت بيانات الوزارة التجارة التركية انخفاض صادرات تركية إلى روسيا في فبراير المنقضي بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 670 مليون دولار مقارنة مع 1.1 مليار دولار في فبراير الماضي كما انخفضت الواردات التركية من روسيا بنسبة 36.65% الشهر الماضي إلى 1.3 مليار دولار مقارنة مع ملياري دولار في الشهر ذاته من العام الماضي وفق مجلس النواب الياباني على الميزانية التي قدمتها الحكومة للسنة المالية المقبلة تبلغ الميزانية 112 تريليون ين أو ميوازي 746 مليار دولار وتشمل الأموال المخصصة لجهود الإغاثة جراء الزلزال الذي وقع في أول أيام هذا العام في شبه جزيرة نوتو ترجمة نانسي قنقر